سامسون كنولي صدعف بالنسبة النادي الزمالك ودي مشكلة انك انت العين اللي بتجيب لعيبها لازم لما تجيب لعب وبالذات تلعب مهاجم يعني بيباني انه عنده قدرات فنية يعني ممكن نهادة تغلط مثلا في مدافع تغلط في لعيب نصف يعني مهاجم ده بيبقى ليه صفات مختلفة بيبقى ليه صفات يعني ماينفعش ان انا اخطأ فيه نهادة اللعب جي مع نهادي الزمالك مافيش يعني ما قداش بشكل كويس لا مش من اللعيبة المميزة مشكلة انه هو بيكلف الخزينة كمان بشكل كبيه جدا لما تجيب لعيب كويس حتى لو بتدفع فيه اقام كبيرة لما تجيب لعيب دون المستوى في نهادة كبيه زي الزمالك او الاهلي او الهندية كبيرة لا تبقى قادرة تمشيه ولا عايف تستفيد منه هو قاعد وماديا كمان بيكلف النادي بشكل كبير فيه جلسات طبعا مع اللعب ان هو يرحل عن الزمالك طيب خلينا نقول انه يمكن احنا اتكلمنا مبارح وقلنا انه جميز مستمري مع نهادة الزمالك مافيش اي ازمات خالص ولكن طبعا كل شوية بتظهر بعض الوكلاء اللي هم بيبدأوا وبقى عايزين عدم استقار للنادي وضغط انه جميز هيرحل وجميز هيمشي انما انه راجل مستقر مع نهادة الزمالك فيش اي ازمات خالص وامور اعتقد انها مستمرة مع نهادة الزمالك زي ما ان شاء الله زي ما احنا عودناكم وقلنا ان محترفنا يجب ان هما يكون ليهم حق علينا ان احنا نتكلم عليهم كل اسبوع وان اي حد بيزرق بشكل كويس يجب ان احنا نتكلم عليه ومش بس لعبتنا المحترفين اللي هم بيلعبوا في الاندياكبه لا كمان لو عندنا لعبين مصريين تاني اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم الولادة الصوريين يداروا ان هم يفيدوا المنتخبات سواء الناشئين او منتخبات الشباب او المنتخب اللي هم باللي هيبقى قادم بعد كده ان احنا نبدأ نلقى الضوء عليهم لاني اعتقد زي ما المغرب والجزائي وتونس بيستفيدوا بابناء الجنسيات اللي هم بيعندهم مزدوج الجنسية احنا كمان عندنا لعبة مصريين كتير محتاجين حد يتباحهم محتاجين حد يشوفهم فاعتقد ان احنا زي ما قلنا ان يوم الحد بنخصص جزء ان يكون موجود معنا ان احنا نتكلم على كل محترفيننا وندي لمحترفيننا حقهم والنهاردة صلاح اعتقد ان هو بيتفوق على نفسه وبيحرز هدف التعادل ضد ارسنال وبتعادل ليفربول مع ارسنال في البراء كانت صعبة جدا خلينا نروح اخبار المحترفين وبعد كده نروح لزوم